بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة كل الناس بتتكلم عن مباراة الودية لنادي الأهلي العيبها النهاردة مباراة النادي الأهلي وبيتروجيت زي ما قلت لحضراتكم سابقا هذه المباراة تم تسجيلها إن شاء الله سوف يتم إزعتها في المعادل يتم تحديده مع إدارة الكرة في النادي إن شاء الله خلال الفترة القادمة لأنها في النهاية إحنا ققناه كل اللي يهمنا هو مصلحة النادي الأهلي كل اللي يهمنا وكل اللي إحنا عايزينه شيء واحد فقط هو أن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة يعود بما يريده جمهوره أو بالشكل اللي يريده جمهوره يعني الناس كلها بتنتظر أنا عارف الناس كلها مشتاقة للعيبة النادي الأهلي والناس كلها مشتاقة لجمهور النادي الأهلي للاعبة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي كمية رسائل جاتلي النهاردة من الساعة 10-11 الصبح لغاية من شوية حتى الناس بتقول لي يا كابتن إسلام حاول تعرضولنا أهداف مباراة النادي الأهلي وبتروجيت هنحاول إن شاء الله خلال الأيام القادمة ولكن زي ما قلت لحضراتكم احنا دايما المصلحة اللي بنبص عليها هي مصلحة واحدة فقط مصلحة النادي الأهلي وفريق الكرة في النادي الأهلي وبالتالي قد يكون هناك أشياء معينة المدير الفني مش عايز هادي الوقت بيبص على حاجة معينة بينظر للموضوع من جهة أخرى فأنا مش عايز حضراتكم تكونوا متضايقين بالعكس احنا عايزين كلنا نوقف وراء بعض يعني فيه ناس بتبعات لي تقول لي يا كابتن إسلام مش عارفين المطش لا جماعة صدقوني كل حاجة معمولة وكل حاجة موجودة وكل حاجة معمول حسابها يعني المباراة زي ما قلت لحضراتكم هي مباراة متسجلة وموجودة ولكن متى سيتم إزعتها سيتم إزعتها في الوقت اللي يقرره المدير الفني للنادي الأهلي مش حاجة تانية مش لما قدرت القناة تقرر مش لما لأ لما المدير الفني هو اللي يقرر هو من ممكن جدا يفرق جمهور النادي الأهلي هتقول ليصلي نتيجة كويسة والأهداف وقد تكون هناك جمل معينة أو حاجات معينة راجل يعني عايز يقفل عليها دلوقتي لغاية وقت معين مثلا يعني قد يكون هناك تفكير معين في دماغه هو عايز يعمله أنا والله معرف والله أنا معرف لكن كل مدير فني وله مدرسته على فكرة فيه مديرين فنين يجي يقولك إيه زيع المطش من أوله لآخر وزيع التدريب من أوله لآخر واخليك معنا ليل نهار وفيه واحد تاني يقولك اقفل على الفرقة تماما أنا عندي حاجة بفكر فيها ومش حوديها أو الناس مش هتشوفها دلوقتي هتشوفها في المطش الرسمي على طول زي تفتكروا أيام فيلر أيام فيلر كانت نفس الشكل كده قفل على الفرقة لو تفتكروا أسبوع عشر تيام وكان عندنا مباريات ودية وما تزعتش وحتى المباراة رسمي الكاتيناك وكنا مسجلينها كنا بلاعب فريق من أغاندا على ما أتذكر المباراة دي كنا مسجلينها هنا في قناة الأهلي والراجل رفض أنه هو يزحى وما زعنهاش عشان كان عندنا مباراة السوبر أعتقد كان أعتقد يعني مع نادي زمالك في السوبر المحلي أعتقد يعني ده على ما أتذكر وكسبنا المطش ده 3-1 أو 3-2 فبالتالي فبالتالي فبالتالي